انا هو الطريق والحق والحياة هذا كان رد على سؤال واحد من تلميذ يسوع المسيح رد على تومة قال تومة يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق طبعا رد على كلام المسيح عندما قال في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني قلت لكم أنا ذاهب لأعد لكم مكان ومتى أعددت لكم المكان آتي وأخذكم أيضا حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فأرادئتوم أن يستوضح في هذا الأمر لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق رد المسيح وبهذا الرد علم درس لكل الأجيال وأظهر إعلان رائع وجميل عن شخصه المبارك قال أنا هو الطريق والحق والحياة سيتركهم على الأرض سيذهب ليعد لهم مكان في السماع طبعا إحنا ما نظلم تومة بهذا السؤال لأنه فعلا تومة واضح وشفاف ومخلص في هذا السؤال لم يدعي معرفة هو اللي ما بيعرفها مثل الكثيرين بحاول يدعي المعرفة بنعرف عن شخصية تومة في مرة لما راح يقيم قال لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه في يحنى إصحاح 11 طبعا هم نشوف أنه تومة أظهر ولاء ووفاء وانتماء لشخص يسوع المسيح أظهر حب وإخلاص وأمانة لسيده أنه مستعد أن يروح يموت مع يسوع المسيح طبعا في مرة تانية في العلية لما ظهر للتلاميذ ما كانش تومة موجود لربما كان حزين لغياب سيده طبعا لم يقتنع عندما قال التلاميذ أنه شافوا المسيح أراد وأصر أن يرى المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر